السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الدكتور ويدنبيل احشي لكم عن عراض فيروس كورونا اول شي الصخونة ترتفع درجة حرارتك وعوفك حاليا من التيفو انه زمن كورونا مو زمن التيفو والتيفو طبعا من الامراض اللي عندنا جدا مغلوطة ومغلوطة ومصح يعني مثل سالفة التيفو المزمن والشمس طقتني شمس تاربية تيفو وترى الشمس ما لها علاقة بالتيفو نهائيا ورح يتحللس وطلع بيكتيفو وانت السبق وان صاير بيكتيفو قبل ومادام صاير بيكتيفو قبل كل ما تسوي تحليل يطلع بيكتيفو لان هذا التحليل مادام انصبت في البداية دائما يقرب واسطة في ظل على التحليل القديم فحاليا عفونا من التيفو حاليا الروح على كورونا فقلنا حمى اللي هي الصخونة القحة والقحة تكون قحة جافة وهنا شوين تخربطوا اهل الجقائر اللي يقوحون في هذا الاستثناءات لهم عندك بعد ارهاق يحس روحك جدا تعبان تعبان ما بيك حل تمشي شوناهم بالمستشفى يجونا انه ما يقدر يمشي ما يقدر يروح حتى الحمام يحس روحه ثقيل وتعبان آلام وأوجاع بالجسم كله نفس اللي يصير بيك بالفلاونزة الله يذكرها بالخير الفلاونزة تحج جسمك كله يؤذيك نفس اعراض الفلاونزة تذكرونها التهاب الحلق تحس بلعومك يؤذيك كأنه ماكو ستشاتين ستشاتين بالبلعوم اسهال طبعا شوية هاي غريبة ما اسهال بس شفنا ناس جونا المستشفى وعدهم كورونا وسهال يسرعدهم التهاب بالعين تكون العين صر جدا حمراء صداع فقدان حاسة التثوق والشم ما يشم يقولك أنا ما جاي يشم وما جاي استطعم الأكل فقدان الشهية ما يشتهي آكل جوعان وهاي بسكلك ما يشتهي آكل وهاي يعني جدا مميزات بالأخير اللي ذكرتكم ياهن راح تقل لي هاي العراض المفروض كلها عندي يلا نقول عندي كورونا لو أحدة لو أثنين صراحة لو أحدة من عندك ممكن تكون كورونا ممكن انت بس سخونة بس كورونا ممكن انت قحة بس قحة عندك يطلع عندك كورونا وممكن انت عندك بالصداع يطلع عندك كورونا وممكن انت فاقد بس حاسة الشم وتذوق ويطلع عندك كورونا راح تقول لي انت قلقتنا وخوفتنا هاليا مش اللي تخوف أو قلق بس احنا هاليا فترة تفشي فيروس كورونا فالأفضل انك حفاظا على نفسك وحفاظا على الآخرين اي من هذه الاعراض انك تخلي بالك ممكن انك تكون مصاب بفايروس كورونا فتحجر نفسك بالبيت اذا حالتك منستقرة وتأخذ العلاجات انا نسوا مقطع فيديو عن العلاج المنزلي ويمته تحتاج تروح مستشفى على قناتي على اليوتيوب قناة الدكتور وليد نبيل تقدرون الدخل عليها وتشوفون فهو الموضوع كل ما فيه لان احنا بفترة تفشي الفيروس يعني اكيد انت ممكن عندك كم واحدة من هذه العراضة واكثر من هذه العراضة انت مو كورونا بس الافضل الافضل انك تحتبر نفسك كورونا وتحجر نفسك في البيت لمدة 14 يوم وصارت زيان صارت ما صارت تراجع مستشفى الله يحفظ الجميع